اشتركوا في القناة الفنان معيني شرايف اللي قد شارة مسلسل رصيف الغربة وبعد أسبوع من التصويت احتل زياد برج المرتبة الأولى ب60.8% من الأصوات بالمرتبة الثانية كارول سماحة بنسبة 17.8% وقبل مرتبة الثالثة معيني شرايف بنسبة 10.9% وقبل مرتبة الرابعة من الحمزان بنسبة 10.5% أما سؤالها الأسبوع هو أي مسلسل مصري عم بتتابعه بشهر رمضان المبارك من بين ملوك الجدعنة موسى لعبة نيوتون أو حرب أهلية طلبت الفناني اللبناني نوال الزغبة أنه ما حدا ينظر على الفنانين ويقل لهم شو يعملوا وكتبت على صفحتها الخاصة ما بقى حدا ينظر على الفنانين كيف لازم يتصرفوا وكيف لازم تكون مواقفهم وحقق منشورة جدل كبير بين المتابعين لأيادوها الرأي الداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد تمثيلي من أحداث مسلسل صد رد لانعرض بسنة الـ 2016 وبينت الممثل المصري شايماء سيف هي وعم تبوص طفل اعتبروا البعض مستفز وإنها عم تتحرش بالطفل وأصار هالموضوع جدل كبير بين المتابعين اللي أطلقوا هاشتاج شايماء سيف تروج للبيتوفيليا كشفت الممثل المهرة البحرينية حقيقة الأخبار اللي انتشرت عن خطوبتها من رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف زوج الفنان اليمنية بلقيس اللي رفعت قضية خلع عليه وأكدت المهرة البحرينية إنه هالأخبار منا صحيحة وما بتعرفه لزوجة لبلقيس وما شيفته وهالشي حتى بموقف كتير محرج وختمت كلامه إنه أصلا منا هلأ بعليقة حب أكدت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين طمادر غانم إنه ملت من نفي الإشاعات بالفترة الأخيرة وقالب بتصريح خاص لموقع الفن إنه وصل لها خبر وفاة الممثل السوري دوريد لحام بوقت عم يعيش فيه حياته بشكل طبيعي وأصحته جيدة انتشرت بالساعات الماضية تقارير بتقول إنه لعب كرة السلة تريستان تومبسون عم بيخوني من جديد حبيبته وأم بنته نجم التلفزيون الواقع كلوي كارداشيون اللي سمحته من فترة وقت عمل علاقة جنسية مع رفيقة إختها ودعت بنت اسمها سيدني بفيديو انتشر بشكل كبير إنه ارتبطت بتريستان وقالت إنه مارس الجنس معه بكنون التين الماضي وأخبره وقته إنه أعزب كان معكم بموجز الفن علي صولي لتعرفوا كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وأشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد